توفيت السيدة كاميليا ابنة الفنانة الراحلة أسمهان الأطرش مساء الأحد 19 فبراير 2023 في لبنان عن عمر يناهز 85 سنة الله ارحمها وعلنت صفحة عادل فؤاد الأطرش رئيس جمعية محبي فريد الأطرش وفاة الأميرة كاميليا حسن الأطرش من خلال منشور تدمن مجموعة من صورها اللي احنا شايفينها ديت ولفت إلى أنه ستقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين في تمام الساعة الواحدة صهرا في دار الطائفة الدرزية ببيروت الله يرحمها ويعزي محبيها ونشوف أسرار عن والدتها أسمهان العلاقة التي ربطت بين أسمهان وشقيقها فريد الأطرش لم تكن أخوه عادية بل كان أقرب إلى التوأمين لذلك جمعت مواقف إنسانية كثيرة بينهما وكانت أسمهان الشقيقة الصغر لفريد الأطرش والأقرب إلى قلبه دي صورة نادرة جدا لم يكن من السهل على الإطلاق أن تحترف أميرة درزية من جبال الشام الفن بإسمها الحقيقة فقد كان يعد ذلك صبة ووصمة عار في جبين عائلتها لذلك تنازلت الأميرة السورية أمال الأطرش عن إسمها الحقيقة واستردلته بإسم آخر اللي هو أسمهان وهو الإسم الذي اشتهرت به في الأوساط الفنية عانت الأميرة أمال كثيرا من الفقر والحرمان فورة نزوحية من الشام مع أسرتها ومع ذلك عاشت في وسط غنائي مميز بدءا من والدتها علياء المنذر التي لجأت إلى الغناء في حفلات الزفاف وكذلك شقيقها فريد الأطرش الذي ما لبس أنزاع عصايته وأزهلت أسمهان الجميع بصوتها الرخيم وملامحها الساحرة وشخصياتها الجذابة وقررت انتشال عائلتها من الفقر والبوس وبدأت في تقليد كبار الفنانين مثل أم كالسو محمد عبد الوهاب وذات يوم استقبل شقيقها فريد الملحن داود حسني أحد كبار الموسيقين في مصر الذي استمع إلى أمال مصادفة وأعجبها كثيرا بموهبتها الفنية حسني قرر على الفعور أن يقدمها للجمهور لكنهما واجه أزمة اسمها الفني فمن غير المعقول أن تحترف الغناء باسمها الحقيق وبعد تفكير سريع اقترح داود حسني اسم أسمهان لأنه كان يتعهد بالتدريب فتاة تشبه أمال جمالا وسوطا لكنها توفيت قبل أن تشتهر ولذلك أحب أن يدعو الفنانة الشاب باسمها وهكذا عرفت باسمهان حتى رحيلها أجمل عيون ظهرت هي وزبدة صوت ربما كافأها القدر بمهيبة فنية مميزة كنت بات لها النجاح في أول أفلامها انتصار الشابات مع شقيقها فريد القطش وذلك قبل أن تلقى أسمهان مصرعها أسر حادث أليم هودية بحياتها وتنبع صناع السينما لأسمهان بنجاح طاخي سيكتسح مع أسطورة كوكب الشرق المكلسون لذلك لم يدخلوا عليها بأجر خرافي في أول أفلامها حصلت على ألفين جنيه وهو الأجر الذي لم يحصل على نصفه شقيقها فريد فتقادى خمسمائة جنيه فقط بهذا المبلغ قاربت أسمهان كذلك عملاق الكوميديا نجيب الرحاني الذي حصل على نفس أجرها في ذات العام عن فجميسي عمر وبحسب مجلة الإثناء العام واحد واربعين تقادت أسمهان مثل هذا المبلغ وقت اشتعال الحرب العالمية الثانية وانتشار الغلاح ورغم أن عمت الناس الذين كانوا يصرخون من ارتفاع الأسعار لم يترنددوا في شراء تذكارت السينما لمشاهدة أسمهان ليه أسمهان قسرت الدنيا بمي حينما بدأت أسمهان تخطو خطواتها الأولى نحو عالم الطرب حققت نجاحا لفتن بأغنيات شقيقها فريد الأطرش والموسيقار محمد عبدالوهايب وهي لم تبلغ بعد الثمنتاشر من عمرها ولهذا السبب رفضت والدتها السيدة علياء المنزر زواجها من ابن عمها الأمير حسن الأطرش الذي جاء إلى القهرة ليمنع أسمهان من الغناء لكنه ما إن رآها حتى وقع أسيرا لحبها وقرب على الفور أن يتزوجها ولم يقنع بالاعتذار المهزب الذي قدمته زوجة عمه وعندما عاد حسن مطعونا برفض والدة أسمهان قرر أن يضغط على والدتها وتحدث مع عائلتها عن شرف وصمعت بنت عمه التي تحمل اسمه ولقب الأطرش فصارت العائلة بأكملة على علياء ولم تستطع هي المقاومة كثيرا وتوصلت إلى حل وسط مع العمير وهو قبولها الزواج مقابل تعويضها ماديا عن فقدانها وبالفعل وافق على طلبها وسجل لها بيتا باسمها في دمشق وعطاها خمسونين جنيه كمهر العروسة وهو مبلغ يقدر بنحو أكتر من نصف مليون جنيه حاليا وبذلك عادت أسمهان إلى جبل الدروز لكن باسمها الأصلي بل هو مصبوك بكلمة الأميرة وكانت هي راضية عن الزواج بابن عمه الذي تعلق قلبها به وانتشلها من شعور دافين بالنقص عندما كانت تغني في حفلات أسرياء وتشعر بنفور من ذلك الوضع الذي يجعلها في مرتبة أقل من سيدات المجتمع وهي أميرة وبعد الزواج تحقق حلمها بالجاه والصراء والسلطان وعاشت كأميرة للجبل طوال ستة أعوام رزقت فيه خلالها ابنة وحيدة هي كاماليا لكن حياتها الزوجية انتهت بخلاف شديد مع حسن فحصلت على الطلاق عام تسعة وتلاتين وعادت إلى مصر لكنه بقى على حبه لها وتزوج من جديد بعد عامين دي صورة نادرة جدا لها مع بنتها بنتها جميلة زيها حيث تركت ابنتها عند والدتها علّها تكون زريعة للعودة إلى القاهرة كمصمار بحى وفي عام أربعين وقع الطلاق بين الأمير حسن والأميرة أمال الأطرش لتعود إلى القاهرة مجددا لاستكمال مسيراتها الفنية لكن القدر لم يمهلها حيث ماتت بعدها باربع سنوات في حادث سيارة وهي في سن واحد وتلاتين سنة بحصيلة سينمائية لم تتجاوز الفيلمين هم انتصار الشباب عام واحد واربعين وغرام وانتقام عام اربع واربعين والذي صورت جميع مشاهده باستثناء مشهد النهاية الذي ماتت قبل تصويره وغير يوسف وهب النهاية بسبب وفاتها وقالت كاماليا ابنة اسمهان الوحيدة ان خبر وفاة والدتها صادف يوم عيد ميلادها السابع اي في 14 يوليو وتوفيت في عمر 31 سنة وتلقى والدها في ذلك اليوم اتصالا هاتفيا من مصر يعلمه انها توفيت ولم يخبرها والدها بهذا النبأ السيء وفضل ان يسير حفل عيد ميلادها بدون اي تعديل عليه وحذر الخدم من اعلامها بما حصل مهددا اياهم بالطرد ايجا افشى احدهم الارض وبعد تلت اشهر اتصالها والدها لمدرسة البيزنس سون الداخلية في لبنان وهناك علمت ان والدتها توفيت حيث صار الاولاد في المدرسة يقولون لا يا حرام للأسف غارقت والدتك وماتت فبكت وتأثرت كثيرا لفقدانها في عام اربعين تعرفت اسمهان على احمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت وكانت نتيجة هذا التعرف ان وقع حسنين في غرامها مما جعل الملكة نازلي والدة الملك فاروق التي كانت تحب حسنين باشا وتغار عليه لحد الجنون لدرجة جعلت الملكة نازلي بدافع الغيرة والانتقام تقرر ان تطرد اسمهان من مصر وبالفعل اتصلت نازلي بحسين سري باشا رئيس الديوزراء ووزير الداخلية الذي تولى عملية تنفيذ القرار مبلغة اسمهان ان اقامتها في مصر انتهت وان عليها ان تغادر خلال اسبوع ليصيبها هذا القرار القطير بالجزع والحزن الشديدين او لم تجد من يقف بجانبها سوى الصحفي الكبير صديقه محمد التبعي الذي تمكنها بصداقته لكبار المسؤولين ان يقف تنفيذ هذا القرار وتجددت اقامتها مرة اخرى في مصر وبعدها اتعاقى الستوديو مصر مع اسمهان وشفقها فريدة على بطولة فيلم انتصار الشباب بمبلغ 3000 جنيه بينهم اخراض احمد بدرخان حياة حافلة ولسه هنشوف كمان اسرار تانية زيجات اسمهان كانت متقلبة كمزاجها فلم تلبس ان ثبتت فترة معينة على واحدة من الخمس زيجات فقد تزوجت من الامير حسن الاطرش مبرتين ومن احمد بدرخان المخرج السينمائي ومن فايد محمد فايد ده تجوز 38 مرة ومن احمد سالد وفي عشر مارس 1941 تزوجت اسمهان من المخرج بدرخان بعقد عرفي وذلك بسبب قوانين الحكومة المصرية التي تحرم على اي مأزون شرع ان يعقل زواج اجنبية من مصر وفي خمسة مايو من العام نفسه تم الطلاق بينهما حيث دامت زواج اربعين يوم فقط وزواج اسمهان من بدرخان اشعله كيوبيد الحب في بدايته من داخل البلاتو وذلك خلال تصوير في المية انتصار الشباب فمن خلف الكاميرا اصبح بدرخان ملهما بعيون اسمهان الساحرتين وهي من الطرف الاخر وجدت في السند الذي تفتقده وبحثا عن الجنسية المصرية التي افتقدتها بعد سحبها منها لزواجها من ابن عمها حسن الاطرش وانتهى بهم المشوار بعقد عرفي عند محامي معروف حياة مليئة بالقصار في عام 1943 قررت اسمهان ان تتزاوج المطرف فايد محمد فايد الذي كان في زيارة للقدس لاحياء بعض الحفلات واتفقت معه ان يكون الزواج شكليا لتتمكن من العبور لمصر بالفعل تم ذلك واستمر الزواج لمدة عشرين يوم فقط وكانت لا تزال بالقدس ولم تغادرها بعد وبعد طلقها تزوجت من المخرج احمد سالم وهو في زيارة لها في القدس بعقد زواج شرعي وسافرت الى مصر حاملة في يد عقد بستوديو مصر وفي اليد الاخرى عقد زواجها من احمد سالم وكان وقتها متزوجا من صديقتها امينة برودي لايام طويلة توقف تصوير فيلم غرام وانتقام حيث كانت بطلات اسمهان تمر بظروف نفسية سيئة اسرى خلاف حاد مع زوجها ابن زاك الفنان احمد سالم وحاول يوسف بيك وادي بطل العمل تقنع اسمهان مرارا بالعودة للتصوير واستئناف نشاطها الفن كوالا يا مدام امال انت فنانة عظيمة والفنان العظيم لا يدع حياته الخاصة تؤثر على فنه واقتنعت اسمهان بكلام يوسف كوالا خاصة انها انهت جميع مشاهدة بالفيلم ولم يعد هناك سوى مشهد النهاية لكنها استأثنته في اجازة قصيرة لمدة يوما تعود بعدها للاستوليو وقبل مغادرة اسمهان المنزل اجرت محادثة تليفونية قصيرة مع شقيقاء فريد الاطرش قائلة فريد انا مسافرة لمدة 48 ساعة بس عاوزاك تعمل بروفا مع الموسيقيين لغاية ما ارجع انطلقت السيارة على الطريق الزراعي الى راس البر تحمل اسمهان وصديقتها ومديرة عمالة ميري كولادا وفي منتصف الطريق انقلبت السيارة في طرعة الساحل وشاء القدر ان تموت هي وصديقتها وينجو الصائق والذي اختفى في ظروف غامضة كانت مأساة كل تحدث عنها وقتها وفجع فريد الاطرش بوفاة شفيقات وتوقع مروح وفرساها بتلت روائع من اغنياتهما كفايا عين ويا مونة روحي وسلاما وتنجو يا ظهرة في خيالي النهاية الموجعة للفنان اسمهان سكوت سيارتها في طرعة عند طلقة ورفعتها ووصفتها غرقا ونجاة الصائق لو اعجبكم الفيديو ريتشتركوه في القناة وادفعه بالقرس